في تسريب الحلقة الستاشر من مسلسل المعلم بعد ما شوقي باشا تأكد من خلال المصدر بتاعه اللي زرعه في رجالة المعلم زهران ان البضاعة خرجت من المينة وتسلمت للقاهرة ما كانش قدامه اي مجال الشك غير ان العربية اللي طلعت منها البضاعة هي عربية المعلم وده لانه كان متأكد انه هم فتشوا كل العربيات عربية عربية معادة عربية المعلم وفعلا امر القوات اللي معاه ان هم يتحركوا فورا على القاهرة لكن الجديد اللي هنشوفه في احداث الحلقة الستاشر ان فيه تقامر هيحصل بس المرة دي مش على المعلم المرة دي على المعلم شداد وده لان فوز كانت متغازة جدا وده لانها كانت درة عديلة لكن للمرة الاولى هيبقى ليها درة والدرة اللي هتكون لها هي كمان اقل منها وهي حاسة باستعلاق نحيتها وبالتالي اتقصرت هبتها واتقصرت شكتها ولذلك كانت تقامر واجب فقررت انها تتقامر على جوزها واتدخلوا السجن وتتفق مع الزابط شوقي انه يقبض عليه متلبس وبكده هيكون شداد اول واحد في العصابة المتأمرة على المعلم يقع وده منهم فيهم يعني اول واحد هيخلص منه المعلم هيكون المعلم شداد لكن يا ترى عنطر وكمان عديلة هيعملوا ايه بعد ما عرفوا النفوذ هي اللي سلمت شداد يا ترى موقف عنطر من امه هيكون عامل ازاي ويا ترى موقف عديلة اللي هتكون عارفة كل شيء وعارفة كمان المؤامرة هتكون عاملة ازاي ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية لن بنتوقع في الحلقات اللي جاية ان شوقي مش هاستريح الا لما يوقع كل العصابة وان شداد هيكون طعم كويس جدا يورد به بقية العصابة خاصة الجنتل اللي هو الراس الكبيرة وده برضو اللي هنشوفه في الحلقات اللي جاية لو عجبكم توقعاتنا ياريت تدعمونا بلايك اللايك بيفرق جدا معانا في انتشار الفيديو وانتو كمان ياريت تكتبونا توقعاتكم في التعليقات نشوفكم على خير في احداث الحلقة اللي جاية